فضيرة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نتأمل ونتدبر في اسم الله تعالى الضار النافع سؤال قد يتبادر للزهن يا مولانا لماذا يأتي الإسمان دائما معا؟ الضار النافع ولا يذكر أي منهما منفردا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد نعم هو لا يعني يكره أو لا يحب أن يذكر اسم الضار منفردا عن النافع كبقية الأسماء الأخرى مثلا الخالق الرازق ولكن يذكر معا ومعه دائما النافع لأن لو ذكر الضار قد فقط مستقلا قد نفهم أن النافع ده أيضا يمكن يعني مش هو الله ليس هو الله وبالتالي أقع فيه قريب من الشرك بالله نعتقد أن هناك نافعين آخرين مع الله فإذن لما الإسمين يقترنان معا أول حاجة أو أول فائدة من الفوائد أنني أعتقد أن أيضا النافع هو الله سبحانه وتعالى إذا كان الضار هو الله وليس شخص آخر أعتقد أن النافع كذلك حتى لا أعتقد أن الذي يضرني هو الله بينما الذي ينفعني قد يكون الله وغير الله سبحانه وتعالى ولذلك قالوا أن اقتران الإسمين هو دلالة على التوحيد دلالة على التوحيد بمعنى هو واحد فقط الذي يضر وينفع هو واحد فقط إذن ذكرنا مولانا فيما سبق أن النفع والضرر من الله سبحانه وتعالى طيب ماذا عن الصديق الذي يضر بصديقه المدير الذي ينفع موظفيه والناس بتبذل مجود كبير جدا لإرضاء هذا المدير اعتقادا منهم أنه ينفعهم أو يدخلوا في عدوة مع شخص ظنا أنه يضرهم هو يعني هذه قضية عميقة جدا دقيقة اللي هي عملية الأسباب والمسببات طبعا للمذهب الأشعري أيضا في هذا أنظر يعني شديدة الأدب مع الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت استطاعوا أن يعقلنوها يبرهن عليها بالحس وبالعقل فالله سبحانه وتعالى لو أنا صديق اعتدى علي نعم أنا أعرف أن هذا الصديق اعتدى علي أولا أنا مأمور بأن أدافع عن نفسي مع أن أخذ الأسباب وما استطعت إلى ذلك سبيلا لكن أعتقد أن هذا مرسل من الله وأن هذا الصديق ليس إلا أداة سبب سبب في يد الأقدار ينفذ بها المقدور لكن دائما الأضرار ما تصل إلى العبد والمنافع عن طريق دائما ما تصل عن طريق أسباب أنما الإمام الغزالي أو ده برضو يعني خلاف هل الأسباب لها دخل ودور في إنتاج المسببات ولا الأسباب ده مجرد وسائل تأتمر بالأمر الإلهي أن تفعل أو لا تفعل خلينا نضرب مسأل هو دائما يعني الإمام الغزالي يضرب مسأل وإحنا علمنا هذا أنه النار حين يلامسها قطن أو شيء يحترق يحدث احتراق طيب هو المسألة هل حضرتك تعتقد أن النار بذاتها هي التي أحرقت الورق والقط ولا بتؤمر بهذا ولا في فاعل آخر في فاعل آخر هو الذي فعل الاحتراق ولكن عند ملاقات النار بهذا شيء خلينا نفهم عملية السببية دي فيها ثلاث عناصر فيه عنصر ألف اللي هو السبب ونضرب له مسأل بالنار أو الفلاسفة يسمونها العلة مثلا العلة هي السبب طبعا هي العلة أو السبب حتى ما بحثت من قضية العلية أو قضية السببية يعني هي نفس الكلمة ده العنصر الأول العنصر الثاني الاحتراق الاشتعال وده محسوس ما حدش يقدر يتكلم فيه والأولانية محسوسة ما حدش يقدر يتكلم فيه لكن العنصر الثالث اللي هو الربط اللي بين الاثنين يعني هل الربط اللي بين الاثنين ربط حتمي ضروري لازم بحيث أنه الإحراق في النار الزاتي فيها وبحيث أنها كلما لاقت ما تحرقه يحدث الاشتعال ولا هناك أمر آخر هنا برضو ستلاقي المعتزلة يقولون أن الله أودع في بعض الأجسام قوة هذه القوة هي التي تفعل هذا الكلام لكن أيضا هذه القوة يعني بنروح نشوف في بعض الأمثلات ندور لا ده في أمثلة كثيرة أمثلة كثيرة جدا فالغزالي بيقول لك يعني احترس لا تظن أن النار هي التي تفعل الاحتراق والاشتعال في القطن أو في البرق القابل للاشتعال ترجمة نانسي قنقر